ما بين روسيا وسوريا أكثر من حروف مشتركة فميدان الحرب ضد الإرهاب أصبح واحدا تنصيق عسكري ولوجستي واستخباري بين البلدين يؤكد أن الدخول الروسي ليس استعراضيا بل يهدف إلى إحداث تغيير في مجريات الحرب في أريف حماوة إدلب والذقية كان أول اختبار لهذا التنصيق تحت غطاء جوي روسي سوري مشترك بدأ الجيش السوري عمليته البرية الواسعة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري والقوات المسلحة العماد علي أيوب أعلن أن هدف العملية هو القضاء على الإرهابيين وأكد وجود تنصيق عالم بين القيادتين في هذا المجال اليوم بدأت القوات المسلحة العربية السورية هجوما واسعا بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التي عانت من ويلاته وجرائمه ولكن كيف يجري هذا التنصيق على الصعيد الاستخباري الإجابة كانت لدى رئيس إدارة العمليات لهيئة الأركان العامة الروسية أندري كارتابولوف حيث كشف عن إقامة غرفة تنصيق معلوماتية تضم ضباطا من الاستخبارات العسكرية الروسية والإيرانية والسورية والعراقية وأضاف كارتابولوف أنه تم إعداد بنك أهداف يشمل كل مناطق الشمال ويجري العمل على تحديثه لحظة بلحظة ولفت إلى أن القيادة العسكرية الروسية الموجودة في سوريا تطلق الأهداف المقترحة من الجانب السوري وتعمل على توثيقها والستطلاعها ومتابعتها مع وزارة الدفاع في موسكو حيث يصدق على الأهداف المختارة للقصف ثم تنطلق الطائرات في رحلة تنفيذ الغارات لوجستيا يظهر التنسيق من خلال إرسال موسكو إلى سوريا أسلحة مختلفة بدأ من الطائرات الحربية المقاتلة إلى القاذفات فالوحدات المدرعة ومنظومة صواريخ موجهة بينها صواريخ بعيدة المدى إضافة إلى طائرات مروحية قتالية مع توقم فنية تقود أكبر عملية رصد وتعقب تقني أما ميدانيا فوافقت القيادة الروسية على نشر مجموعة من الضباط الروسي على الأرض للعمل والتنسيق مع الجيش السوري في إدارة العمليات العسكرية